بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن وقال في آية أخرى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين صدق الله العلي العظيم الإنسان كثيرا ما يكون شخصا لا تأثير له في المجتمع فحدود مسؤولياته تكون حدود نفسه ولكن في كثير من الأحيان الإنسان يكون مستوى تأثيره في المجتمع مستوى أكثر من نفسه فيؤثر في الآخرين ويتأثر به الآخرون هذا الإنسان تكليفه يختلف عن الإنسان السابق كل إنسان مكلف ولكن الإنسان إذا كان مؤثرا في المجتمع وفي الناس وكان الناس يتأثرون به فإن هذا الإنسان مسؤوليته تكون مسؤولية أكبر طبعا في كثير من الأحيان الموقع الاجتماعي أو أي موقع آخر يحصله الإنسان بين الناس يكون باختياره وفي كثير من الأحيان لا يكون باختياره في بعض الأحيان الإنسان هو بجهده بعمله بفكره بشغله المستمر يصل إلى درجة وهذه الدرجة أو هذه المنزلة أو هذا المقام يسبب أن يكون له تأثيرا في المجتمع ولكن في بعض الأحيان هناك عوامل لا إرادية ولا اختيارية تجعل من الإنسان مؤثرا في المجتمع لأنه تجعله في ظرف وفي مكان يجعله مؤثرا في المجتمع مثل عامل النسب في بعض الأحيان مجرد عامل النسب يجعل الشخص مؤثرا في بعض الأحيان مجرد أن بعض أقربائه لهم موقع يسبب أن يكون هذا الإنسان له موقع أيضا وتأثير في المجتمع ولكن على كل حال سواء التأثير الذي يحصله الإنسان بسبب الموقع الذي له كان هذا الموقع باختياره أو بغير اختياره ينبغي ويجب على هذا الإنسان أن يكون بمستوى ذلك الموقع ويؤدي تكليفه في ذلك الموقع لأن الإنسان مسؤول ومكلف وكلما كان تأثيره أكثر مكلف أيضا بالنسبة إلى ذلك التأثير والسبب في المسؤولية هو أنه مؤثر وإن عمله أو فكره أو قوله يؤثر في الآخرين فإن كان عمله أو فكره أو قوله حسنا هذا الحسن يتأثر به الآخرون وإن كان عمله أو قوله أو فكره سيئا فإن هذا أيضا يؤثر في الآخرين الإنسان مثلا الإنسان الذي يحصل موقع اجتماعي ولو في إطار ضيق في أسرة مثلا أصبح رب الأسرة هذا الإنسان الذي هو رب الأسرة يؤثر ولو كان هذا تأثيره بمستوى محدود يؤثر على أولاده لماذا؟ لأنه في الحقيقة كالمعلم لأولاده الأطفال يتعلمون من الآباء يعني الأطفال يقلدون آباءهم في كل شيء وكذلك يقلدون أمهاتهم في كل شيء فالإنسان الأب أو الأم تصرفه وفعله وقوله يؤثر في الأطفال ففي الحقيقة هذا الأب أو هذه الأم تحولوا إلى معلمين لهؤلاء الأطفال فإن كان سلوكهم وعملهم وقولهم وفكرهم سليما فإن تأثر الأولاد بهذا الأسلوب السليم يكون تأثر قوي وإن كان أسلوب الآباء والأمهات سيئا قولهم سيئا عملهم سيئا فكرهم سيئا يؤثر أيضا في أن ينتهج الأولاد الأسلوب والطريقة السيئة فلذا هذه المسؤولية جاءت للإنسان حينما تزوج وحينما رزقه الله عز وجل أولاد فينبغي عليه أن يكون بمستوى تلك المسؤولية وأن يتصرف تصرفا سليما حتى حينما يقلده الأولاد يكون عمل الأولاد وتقليد الأولاد عملا سليما وفكرا سليما وقولا سليما ولذا الآية الشريفة تقول قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني احفظوا أنفسكم وكذلك احفظوا أهليكم لماذا؟ لأنكم تؤثرون فيهم فبسلوككم وبقولكم وبفكركم يتأثرون فإذا سلكتم سلوكا سليما هؤلاء أيضا يسلكون ذلك السلوك السليم وبالنتيجة يحفظون أنفسهم من النار هذا مثال مثال آخر كثير من الأحيان الإنسان يكون في موقع سياسي يكون له مسؤولية سياسية وطبعا المسؤول السياسي يؤثر في المجتمع وكلما كانت مسؤوليته أكبر وأوسع يكون تأثيره أكبر وأوسع ولذا ورد في الحديث الشريف الناس على دين ملوكهم لماذا الناس على دين ملوكهم؟ لأنه الملك المقصود منه أي مسؤول سياسي أو أي حاكم سياسي هذا يؤثر في المجتمع وفي الناس تأثيرا بليغا فيحاولون تقليده في أعمالهم ولذا نشاهد أن مثلا رؤساء الجمهورية والملوك والمسؤولين تصرفهم قولهم فعلهم طريقة لباسهم طريقة كلامهم طريقة سفرهم وحضرهم تؤثر على شريحة واسعة من الناس فلذا مسؤولية هذا المسؤول السياسي تكون أوسع من دائرة الأداء الوظيفي في دائرة مثلا أو في حكومة أو أمثال ذلك وإنما الدائرة تكون وسيعة في تقليد الناس لأعماله وأقواله وأفعاله وكذلك الموقع الديني الإنسان إذا كان في موقع ديني وكلما كان هذا الموقع الديني أهم وكلما كان أتباع ذلك العالم مثلا أو ذلك الموقع الديني أكثر فإن هذا الإنسان أيضا حدود مسؤوليته تكون أكبر وأوسع ولذا قيل ولعله حديث شريف زلة العالم زلة العالم لماذا؟ لأن هذا العالم الذي له موقع ديني يتبعه كثير من الناس في أفعاله حتى في أفعاله العادية ولذا هذا الإنسان لا يتحمل مسؤولية نفسه فحسب وإنما يتحمل أيضا مسؤولية من يقلده ومن يتبعه في أسالبه فعلى الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة أنه في موقعه الاجتماعي ومدى تأثيره فيحاول أن يكون سلوكه سلوكا سليما حتى التأثير عندما ينتشر بين المجتمع ينتشر الأسلوب الحسن لا العكس لا سمح الله وكذلك مثلا نشاهد بالنسبة إلى الآيتين الشريفتين التي تلوناهما في بداية الكلام الله عز وجل يخاطب نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء لماذا لستنك أحد من النساء؟ لأن زوجة الرسول صلى الله عليه وآله بسبب اقترانها برسول الله صلى الله عليه وآله صارت أما للمؤمنين وهذه المرأة التي قبل زواجها من الرسول كانت مرأة عادية حدود تأثيرها حدود ضيق جدا حينما أصبحت زوجة للرسول صلى الله عليه وآله يكون حدود تأثيرها وسيع جدا ويشمل الأمة الإسلامية كلها فلذا لستنك أحد من النساء إن اتقيتن هذا في الجانب الإيجابي يعني إذا اتقيتن فإن تأثيركم في المجتمع يكون تأثير كبير فلذا لستنك أحد من النساء وكذلك في عكس ذلك يا نساء النبي في آية سابقة الله عز وجل يقول من يأتي من كل نبي بفاحشة مبينة انظروا هنا كلمة مبينة هذه الصفة لكلمة الفاحشة هناك لأجل بيان ما ذكرناه وهو أنه هذا العمل القبيح إذا كان في السر فهو قبيح ولكن يبقى في حدود صاحبه ولكن إذا أصبح هذا العمل القبيح علني فإنه من الواضح أن سائر الناس أو كثير من الناس يتبعونها في ذلك العمل فلذا جاء الوصف بمبينة يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين لماذا يضاعف العذاب؟ بسبب أنه العمل الذنب له عذاب ولكن إذا هذا الذنب كان له تأثير سلبي لأجل ذلك التأثير السلبي يكون عذاب آخر يضاعف لها العذاب ضعفين ضعف بسبب نفس العمل وضعف آخر بسبب تأثير ذلك العمل على شريحة واسعة ولذا ورد في الأحاديث الشريفة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لماذا؟ لأن هذا الإنسان سن هذه السنة السيئة وليس بالضرورة سن هذه السنة السيئة يكون بالقول فقط بل قد يكون بالعمل وقد يكون بطرق أخرى وعكس ذلك الذي يسن السنة الحسنة وليس سن السنة الحسنة بالقول فقط وإنما بالعمل بالكتابة بأي طريقة أخرى في سن تلك السنة الحسنة أو السنة السيئة فله أجرها في السنة الحسنة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لماذا؟ لأن هذا الإنسان له أجرها لأن السن السنة الحسنة له ثواب وأجر من عمل بها يعني الإنسان الآخر الذي تعلم ذلك الإنسان الله عز وجل يتفضل عليه بالثواب وكذلك بمقدار ذلك الثواب يتفضل على من سن تلك السنة الحسنة لماذا؟ لأن ذلك الإنسان الذي سن هذه السنة أثر في هذا الشخص فبسبب هذا التأثير الله عز وجل يمنح الذي سن السنة الحسنة ثوابا آخر وكلما عمل به إنسان آخر أو كرر العمل تكرر الثواب لهذا الشخص الذي سن هذه السنة الحسنة والذي يسن السنة السيئة سواء بالقول أو بالعمل أو بأي طريقة أخرى فإن هذا الإنسان له وزر لأن السن السن السيئة محرم وله وزر وعذاب وكل إنسان تعلم وعمل بتلك السن السيئة فإنه يتحمل وزرا وكذلك الذي سن تلك السنة يتحمل وزرا آخر فالإذا فعلى الإنسان أن يراعي موقعه الاجتماعي دائما أولا يراعي الله عز وجل ويتق الله في فعله سواء في السر أو في العلن ثم بعد ذلك يراعي موقعه الاجتماعية ويراعي الله سبحانه وتعالى في موقعه الاجتماعي وليعلم أن تأثيره في المجتمع أو حتى في الأسرة أو حتى في شخص واحد هذا التأثير هذا الإنسان يكون مسؤولا عنه وقفوهم قفوهم فإنهم مسؤولون يسأل عن هذا التأثير ولذا إذا الأب أو الأم في المنزل فعل فعلا سيئا سيئا وتعلم الطفل ذلك الفعل هذا يكون من مصاديق سن السنة سيئة فإذا هذا الطفل كرر ذلك الفعل السيئ مضافا إلى أنه لو كان بالغا له وزر كذلك يكتب لمن علمه من أبه أو أمه نفس ذلك الوزر ويضاعف له العذاب وكذلك الإنسان الذي له تأثير ديني أو تأثير سياسي أو تأثير اجتماعي في أي مجال من المجالات يروى أن رجلا تنبأ هذا الرجل تنبأ يعني ادعاء النبوة لأن كثيرا من الأحيان كثير من الناس وراء المطامع الدنيوية يحاولون أن يستغلون جهل وسذاجة كثيرا من الناس فيدعون ادعاءات باطلة وهذه الادعاءات الباطلة تجد لها صدى وتأثير في كثير من السذج كما نشاهد الآن أن كثيرا من أصحاب المصالح الشخصية يريدون أن يصلوا إلى مصالحهم الشخصية من منصب أو مال أو موقع أو أمثال ذلك يدعون ادعاءات دينية باطلة فعلى كل حال هذا الشخص في بني إسرائيل تنبأ يعني ادعاء النبوة كذبا وزورا وباعتبار وجود بعض الناس السذج والغافلين اتبعه مجموعة من الناس وبعد فترة من أن اتبعه هؤلاء المجموعة من الناس هذا المتنبي تندم رأى أن عمله عمل غلط ظل وأظل مجموعة من الناس والعمر على مشارف الانتهاء وعذاب الله عز وجل من ورائه فأعلن فتاب إلى الله كان أحد الأنبياء في ذلك الزمان حسب هذه الرواية قال له إن توبتك غير مقبولة إلى أن ترجع هؤلاء الذين أظللتهم بسببك هؤلاء ظلوا فأنت يجب عليك أن ترجعهم إلى جادة الصواب حتى تقبل توبتك لأنه مجرد الندم والاستغفار لا يكفي في التوبة إذا كان الإنسان قد أفسد شيئا يجب أن يصلح ما أفسده وهذا من شراءة قبول التوبة إذا أفسد يجب أن يصلح ما أفسده حتى تقبل توبته فقال النبي لهذا الذي كان مدعي النبوة زورا وكذبا عليك أن ترجع من أظللتهم إلى جادة الصواب فهذا البتنبي ذهب إليهم إلى من أظلهم وقال لهم أيها الناس إني قد كذبت عليكم لست نبيا والآن أنا توبت إلى الله عز وجل فتوبوا أيضا أنتم إلى الله عز وجل وارجعوا إلى الديانة الصحيحة هؤلاء لم يقبلوا منه ما قبلوا منه لماذا؟ لأنه الإنسان الجاهل الساذج قد ينتهج نهجا ولا يغير هذا النهج بأي طريقة من الطرق لم يقبلوا كلامه قالوا أنت نبي وهذا كلامك ليس بصحيح وإنما لمصالح أنت تذكر هذا الكلام فهذا الرجل لما وجد أن كلامه لم يجد أذنا صاغية وهؤلاء يتمادون في غيهم ذهب إلى مكان العبادة وشد نفسه بحبل على أسطوانة في هذا المسجد وجعل يعبد الله عز وجل حتى تقبل توبته فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان أن هذا الشخص لا تقبل توبته ولو صار كالشن البالي في هذا المكان للعبادة لماذا؟ لأن هؤلاء يدخلون النار بسببه وهذه التوبة لا تصح إلا إذا أصلح ما أفسد فعلى كل حال على الإنسان أن يراعي موقعه الاجتماعي الموقع الذي حصله أو هذا الموقع وجد له بدون اختياره يراعي الله عز وجل أولا في عمله وثانيا يراعي الله عز وجل في مقدار تأثيره على الآخرين فينتهج الأسلوب الصحيح في كل أعماله وحركاته وسكناته نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر موسيقى 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 موسيقى